أنا يمكن هسأل والله السؤال اللي بيقوله المواطن المواطن هيقول لي عم يوسف انت عملت قولنا البضاعة متوفرة مش هو البضاعة متوفرة ده صحيح ازاي في اتاحة كبيرة لي معظم السلع ان ما كانش كل السلع على مستوى الجمهوري دور وزارة التموين هو تأمين احتياجات المواطن ده رقم واحد اتاحة السلع تكوين احتياطي قامن من السلع الاستراتيجية عشان الناس ما تحسش لو في حصل في سلاسل الامداد او سلاسل التوريد او هناك خلل او مواني تقفل زي ما حصل في كوفيد 19 او زي ما حصل في الحرب الروسية الاوكرانية في دول قفلت حدودها مش كده وتأثرت سلبا سلاسل الامداد لهذه السلع طيب ادرت الحكومة المصرية على مدار الفترة السابقة ان هي تكون احتياطات امنة من هذه السلع وانا بتحدث عن ما يقرب من 8 سلع استراتيجية اللي لا غنى للمواطن عن هذه السلع زي الامح زي الزيت زي السكر زي الرز زي الفول دي كل الشاي دي كلها سلع بنسميها سلع استراتيجية هناك سلع اخرى بنسميها سلع اساسية و السلع اساسية دي اللي بتتباع على بطاقة التمويل ليه مستحقي الدعم طيب فالسؤال بتاع حضرتك في مكانه في دول مثلا زي بريطانيا زي ألمانيا زي فرنسا حصل لديها قصور في امدادات السلع حصل قصور في اتاحة هذه السلع انما في مصر ما حصلش ولم نشهد زيادات سعرية كما شهدت هذه الدول زيادات سعرية رهيبة بسبب الموجودة عندنا زيادة لكن مش بنفس المعدلات بتاعت اوروبا وامريكا واحد انت عندك فاقد من السلع وعندك اتاحة من السلع حصل زيادات بسيطة جدا مقارنة بالزيادات السعرية التي حدثت في دول متقدمة بس خلينا اقول حاجة ان الدول دي عادة لا تكون احتياطي من السلع الاستراتيجية الدول المتقدمة بيبقى عندها على طول سلاسل امداد كفء من الداخل فبالتالي هو ليس في احتياج الى تكوين احتياطي وقدرتها الاسترات واسعة توفير العملات واسعة ما عندهاش اي مشكلة انما انت عندك تحديات كبيرة ومع هذه التحديات انت قدرت انك انت تكون مخزون استراتيجي من هذه السلع والاحتياطي بتاعك النهاردة وصل الى سبع شهور مثلا في السلع زي الاقماع الزيوت ست شهور السكر ست شهور فكل السلع الاستراتيجية التمانية اللي انا ذكرتها هناك احتياطي اامن او تكوين احتياطي اامن من هذه السلع لان قدرت انك انت تنوع مصادر الامداد بتاعتك المناشئ اللي كنت بتجيب منها الامح انت كنت دايما بتجيب الامح من روسيا او اوكرانيا طيب لما حصل هذه الازمح نجيب الامح منين نوعت فاحنا اريد كنا منوعين سلسل الامداد يعني جبنا من المانيا جبنا من فرنسا جبنا من رومانيا جبنا من بلغاريا دي كلها مناشئ كان تم التعاقد عليها في السابق ولكن لم تستغل لانك كان عندك سلسل الامداد الرئيسية بتاعتك روسيا واوكرانيا اشتركوا في القناة